التهم حريق مسجداً في بلدة فيكتوريا التابعة لمدينة هيوستن بولاية تاكساس الأمريكية وسط مخاوف من ارتفاع جرائم الكراهية إثر قرارات أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف المسلمين واللاجئين قال الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير نهاد عوض قال إن ممثلاً عن المجلس في تاكساس لا يزال يحاول معرفة تفاصيل وملابسات اندلاع الحريق الذي أتى على معظم المسجد وأضاف عوض أن السلطات تواجدت في المكان ولم تحدد حتى الآن مصدر الواقع لكنها طالبت بعدم التسرع في إطلاق الأحكام